إذن كما ذكرنا ولليوم السادس على التوالي تتصدر المظاهرات المشهد الإيراني بعد أن أشعلت بعض النساء النارة في أغضية رؤوسهن خلال مظاهرات متصاعدة على وفاة مهس أميني يوم الجمعات الماضي لا يعرف الكثير عن الشابة سوى أنها كردية إيرانية عمرها 22 عاما ولدت في مدينة سقز شمال غربي البلاد وهناك معلومات تفيد بأنها كانت على وشك أن تبدأ دراستها الجامعية الشابة مهس أميني لقيت مصيرا مأساويا إثر اعتقالها بسبب مخالفة قانون عمره أربعة عقود تقريبا يفرض زيا موحدا على نساء الجمهورية الإسلامية الاحتجاجات إثر مقتل أميني بدأت في مناطق يقطنها الأكراد في شمال شرقي البلاد ثم ما لبثت أن اتسعت وعمت ما لا يقل عن خمسين مدينة وبلدة في اليوم الخامس الاندلاعيها وتعد الاحتجاجات الأوسع التي تشهدها إيران مذو تلك التي وقعت عام 2019 إثر رفع أسعار البنزين وقتها وقتل فيها 1500 شخص بحسب إحصاء لوكالة رويل